موسيقى عام ونصف العام مضى على الإقرار بفشل النموذج التنموية ولم نغادر بعد مرحلة التفكير في نموذج جديد فبالأحرى التوافق عليها الأغلبية أقفقت في بلورة مقترح موحد وعدد من المؤسسات والتنظيمات لم تتقدم حتى الآن بتصورها لنموذج تنموي كفيل بخلق التروة والأهم من ذلك توزيعها على نحو عادل مجاليا واجتماعيا تختلف المواقف حسب المواقع ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته أهلا بكم موسيقى ولإخراج الحوار من أزمته في موضوع هذا العدد يسعدني أنا صديفة فيه لسوديو كلا من السيد عزوزة صنهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشترافية مساء الخير سيد مساء النور مرحبا شكرا على تلبية الدعوة وعلى اليمين رحب بها سيد مصطفى الجاي عضو المكتب والمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والخبير الاقتصادي مساء الخير مساء الخير شكرا على الدعوة الكريمة أهلا وسهلا بكم مشاهدينا نباشر حوارنا الجريء والمسؤول في موضوع هذا العدد لكن بعد متابعة شاشة تفاعلية عدها الزميل عبدالصمد الصالح السلام عليكم أصبح النموذج التنموي اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية بهذه الكلمات خطب الملك محمد السادس الأمة من خلال ممثلها في البرلمان في افتتاح دورة أكتوبر التشريعية لعام 2017 مدشنا بذلك نقاشا أدلى فيه الفاعلون السياسيون والاقتصاديون والاجتماعيون بآرائهم سعيا لبلورة نموذج تنموي جديد يبني على ما تراكم من منجزات خلال العقود الماضية ويؤسس لمسيرة أسرع وأكثر رسوخا للمملكة على درب التنمية وإن كانت الأحزاب السياسية قد عبرت عن مواقف متقاربة بشأن الإطار العام للنموذج التنموي الجديد بالاعتماد على مرتكزات الوثيقة الدستورية ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى وتسريع تفعيل أهم المخططات القائمة حاليا فإن التفاصيل تكشف عن تباين للرؤى حول عدد من النقاط مما أخر بلورة نموذج جديد متكامل حتى الآن الأحزاب السياسية رفعت مذكرات تتضمن تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد غير أنها فشلت حتى الآن في التوافق على رؤية موحدة ليتم عرضها أمام الملك محمد السادس رغم جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لقادة الأغلبية الحكومية لتدارس الأمر في محاولة للوصول إلى توافق بشأنه لكن دون نتيجة وزراء الحكومة اعترضوا أيضا على مقترح لرئيس الحكومة بسبب ما اعتبره عدد منهم تغييبا للمقاربة التشاركية في صياغة المقترحات الوردة فيه ومع ذلك فإنما كشفته الأحزاب السياسية حول مقترحاتها يتضمن نقاطا متقاربة ويتسم بصياغ عمومية لا تناقش تفاصيل والإجراءات بالعودة إلى الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكتوبر 2017 البرلمانية تتضح الغايات المنشودة من وضع هذا النموذج التنموي الجديد حيث قال إن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة للشباب وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية أما أبرز عنوين هذا النموذج فتتلخص في ضرورة تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة ونقل الاختصاصات والكفاءة البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية فضلا عن العمل على إخراج نظام لا تمركز الإداري وملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية وفي خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2018 أعلن الملك محمد السادس تشكيل لجنة خاصة تطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات داعيا إلى تقديم هذه الخلاصات في غدون الثلاثة أشهر الموالية وفي ظل الجدل داخل الأغلبية الحكومية وبينها وبين أحزاب المعارضة وباقي المتدخلين للشماعيين والاقتصاديين حول شكل النموذج التنموي الجديد عجزت الحكومة عن تقديم مشروع النموذج التنموي في الآجال التي حددها الخطاب الملكي لتبقى موضوع نقاش مفتوح ينتظر تحقيق التوافق المطلب عنوان الحلقة مشاهدين هو في انتظار نموذج تنموي جديد قبل أن نخوض في خلفيات وأسباب هذا الانتظار أو حالة الانتظار نعرف بداية بالمقصود من مفهوم النموذج التنموي أبدأ معك سيد عزوزة سنهاجي ماذا نقصد بالنموذج التنموي شكرا مرة أخرى على الاستضافة بالنسبة لحزب التقدم والشراكي الذي أتشرف بتمثيله اليوم في هذا النقاش صاغى وثيقة في شكل مدكرة سنعود لتفاصيل هذه الوثيقة أريد تعريف سأعود للمدكرة سيد عزوزة وهذه المدكرة تتضمن تعريفا وتمييزا للنموذج التنموي كنت تعريف كثيرة جدا هناك برنامجكم يتحدث أو عنوانه هو أزمة حوار وهناك أزمة مرتبطة بأزمة الحوار وهي أزمة المفاهيم هناك لا أقول بأن هناك تعدد المفاهيم للموذج التنموي بالأحرى أقول بأن هناك لبس والتباسات تحوم حول هذا المفهوم النموذج التنموي حتى ننطلقه في نقاش سليم وسوي النموذج التنموي بالنسبة لتقدم الشراكية هو ليس المشروع المجتمعي مغربنا بلدنا يعني راكمة عدد من المكتسبات ومتفق ومجمع حول مشروعه المجتمعي الذي من بين تمظهراته الأساسية هو دستور 2011 وفي نفس الوقت النموذج التنموي ليس هو البرنامج الإنمائي أو البرنامج الحكومي الذي تلتف حوله أحزاب في الأغلبية ويطبق لمدة محدودة هي خمس سنوات البرنامج الحكومي هو إجراءات وتدابير محددة في الزمان والمكان إلى غير ذلك وطبيعة المشاريع أما النموذج التنموي الذي ينبتق أو تنبتق عليه عدد من البرامج الحكومية لفترات انتدابية متتالية لمدة 20 أو 30 سنة النموذج التنموي هو تلك المقاربات تلك التصورات تلك القطائع التي يتعين أن نحدثها مع النموذج التنموي الحالي وبالتالي فإنه يمكن أن نقول بأن النموذج التنموي هو ذلك الإطار المرجعي الذي بناء عليه يمكن صياغة برامج حكومية تلزم حكومات متعاقبة أما المشروع المجتمعي فهو متفق حوله ومقتضياته متضمنة غالبا في دستور 2011 في إطار استكمال طبعا هذه الفكرة وتعريف النموذج التنموي هناك فرق بين النموذج التنموي والنموذج الاقتصادي هو جزء فقط من النموذج التنموي النموذج التنموي تحدث عن التنمية بما هي إنتاج للتروة وكذلك توزيع عادي لهذه التروة كفيل بخلق العدلة الاجتماعية ومحاربة تفاوتات المجالية وكذلك الاجتماعية في عين الأستاذ إيمان أظن أن النموذج التنموي هو واحد الرؤية بعيدة المدى يتدخل فيها ما هو اقتصادي سياسي اجتماعي تقافي وبيئي وكيف أكتب الهدف هو كيف نخلق التروة وكيف يتم توزيعها بصفة عادلة ويكون المواطن في صلب هذا النموذج التنموي للحد من الفوارق الطبقية والمجالية إذا أخذنا بصفة عامة تعريف هذا النموذج كيف قلت أرى هذه الرهنو أجيال نحن نهيئ المغرب ديال 20 و30 سنة لهذا الخطأ الذي يوقع فيه البعض أن النموذج التنموي يتلخص في الاقتصادي الاقتصادي هو جوز ولكن كان عدة أبعاد والنموذج التنموي يحيل على كل ما هو سياسات اجتماعية سياسات اجتماعية تقافية ريهان بيئي ريهان بيئي الرأس المال لمادي هو يتعلق عنده عدة معطايات طيب واشي اليوم؟ أخص المواطن يكون في صلب هذا النموذج التنموي لأن أخص المواطن يحس بواحد السميك السوسيال اللي يستفد منه لأننا خلقنا واحد نموذج اقتصادي واحد فئة معينة وبقى المواطن في المناطق الهجة ونحن نموذج نموذج خمسة أو ستة أو تلات أو تلات أو تلات هذا المواطن البسيط اللي في المناطق البنائية يوصلوا وحقوا مع هذه الطروة اللي ينتج لهذا لكن أكد بزاف على كيف توزيع بصفة عادلة من حيات المجالية مهم ومن حيات طبقية ومن حيات المجتمع كذلك سأعود السيد عزوز الصنهاجي طبعا نحن نتحدث على جوج التواريخ فارقة نتحدث على خطاب افتتاح البرلمان 2017 الذي أعلن فيه الملك محمد السادس أعلن فيه فشل النموذج التنموي الحالي كانت حدثت على تاريخ من بعد منه لهو تاريخ كذلك خطاب افتتاح البرلمان الجمعة الثانية من أكتوبر سنة 2018 يعني خمس شهور هذه وبالتالي نحن أمام سنة وخمسة أشهور وما نزال لم نغادر بعد نقطة التفكير يعني ما زال ما عندناش خلاصة ديال هذه المحطة ديال التفكير وديال التشاور لأننا بغينا نوصلوا للتوافق حول النموذج التنموي الجديد هنا الأغلبية عجزت أنها تقدم لنا مقترح موحد حول النموذج التنموي الجديد واش هذا موضوع يعني لهذا الحد ما قدرش يوحد الأغلبية كانت كواليس ديالاجتماعات التي لم تتمير شيئان وخدثت لجناء لم يعني تكون هناك متابعة للموضوع رئيس الحكومة قربنا أكثر من هذه الكواليس واشنو قراءتكم يعني أنتم داخل حزب التقدم والشراكية شنو سباب هذا الفشل في تقديم مقترح موحد الحديث عن فشل الأغلبية أو عجز الأغلبية عن تقديم مقترح موحد حول النموذج التنموي فيه قليل من مجانبة الصواب لسباب بسيط هو أن صاحب الجلالة عندما خاطب الشعب المغربي سواء في خطاب افتتاح البرلمان ديال 2017 أو الخطاب ديال افتتاح الدورة البرلمانية ديال 2018 توجه إلى الحكومة والبرلمان والمؤسسات ديال الدولة وإلى القوى الحية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية وإلى جميع الفائلين من أجل أن تساهم بمقترحاتها ورؤاها فيما يتعلق بسياغة نموذج تنموي جديد يحدث التغييرات الملائمة وفي هذا الصدد إذا تحدثنا عن الحكومة فهي فعلا معنية بهذه الدعوة كمؤسسة دستورية والحكومة لها رئيسها ولها ناطقها الرسمي ولها قانونها التنظيمي ولها آليتها التواصلية ويمكن أن تستدعى إلى نقاش إعلامي من أجل أن توضح رؤاها فيما يتعلق بالموضوع بالنسبة للأغلبية أنتم مطرف الحكومة سيرزوس نهاج هذا الشيء لشجينا بالنسبة للأغلبية الحكومية التي نحن طرف فيها الأغلبية الحكومية هي هيئة للتنصيق ولم يكن مفروضا وليس مفروضا أن تقدم مقترحا موحدا ولم يطرح في جدول حلاء علمي لم يطرح في جدول أعمالها سوى أن تساهم الأغلبية الحكومية في النقاش العبومي عن المعلومة التي عندي بأنه في شهر ماي من العام الماضي عقدت العليا الأغلبية اجتماعا لإعداد تصور حول النموذج التنموي وتشكلت من بعد ذلك لجنة للإعداد والمتابعة لم تجتمع إلا مرة يتيمة وذلك الاجتماع وقع فيه عدد من المشادات والأخذ وغض وبالتالي لم يكن متابعة لهذه موضوع النموذج التنموي أعتقد بأنه يتعالى ويجب أن يتسامى حول مناقشة أو تفاصيل الراهنية السياسية وضع الأغلبية الحكومية معروف لدى الرأي العام ستة أحزاب أكاد أقول بأنها اتلاف حكومي أكثر منها تحالف حكومي الوضع معروف جدا لدى الأغلبية الحكومية نحن طرف في هذه الأغلبية ملزمون بمتاقها الجماعي وملزمون كذلك بالبرنامج الحكومي ولكن في نفس الوقت أقول بأن الأغلبية الحكومية كهيئة ككائن سياسي معني بالدعوة إلى المساهمة ولكن في نفس الوقت ليس مفروضا على الأغلبية الحكومية أن يكون لديها مقترح واحد لأننا لسنا بصداد برنامج حكومي ولكن بصداد ما يرى الاختلاف واضح يعني حول أولويات هذا النموذج النموذج الجديد كانت اختلافات حول أركان هذا النموذج النموذج الجديد من الصعب أو أو يعني احتهد الموضوع كان هو موضوع تجدبات وشد الحبل ودرع كمواضيع وضع الأغلبية الحكومية معروف لدى الرأي العام الحكومة تشتغل كمؤسسة دستورية الأغلبية الحكومية قلت بأنه لم يكن مفروضا وليس مفروضا الآن أن تقدمه مقترح حزب التقدم والشراكية من الصعب عليه من الصعب عليه أن يصوغ مشروعه حول النموذج التنموي لكي يرهن المقاربات والتصورات والمنطق الذي سوف نذهب عليه في العقود المقبلة مع تيارات سياسية أخرى التي نعترف ونقر بأن هناك عدد من التقاطعات مع عدد من هذه الحزب السياسية كما نعترف وكما هو طبيعي أن توجد نقاط الاختلاف التي هي جوهرية طيب الحكومة ماذا عن نموذج التنموي الحكومة واذا عندك معلومة تتبع هل وضع بين أي دين اللجنة أجبت عن الحكومة معلوماتي هو أنه رئيس الحكومة وضع أرضية أولية وبعتها للقطاعات الحكومية من أجل أن تطعمها وتغنيها وتبدي ملاحظاتها بشأنها وبعض الوزراء رفضوا بالنسبة لبعض الوزراء رفضوا أو قبلوا أن يدلوا بدلوهم في الأمر بالنسبة للوثيقة التي كانت مشروعا هل تم اعتمادها وبعتت إلى اللجنة ذلك أمر يتعلق بالحكومة التي لها ناطقها الرسمي ورئيسها الذي يمكن أن يجيبكم على هذا السؤال شكرا على مجمال هذا التوضيح سأتحول لسيد مصطفى الجيكي فتابعتم هذا المعطى أن الأغلبية الحكومية لم تقدم مقترحا موحدا حول النموذج تنموي الجديد وكذلك رئاسة الحكومة قدمت تصورا لم يلقى القبول من قبل عدد من الوزراء اعتبروا بأنهم لن يصادقوا على صيغة معدة سلفا ورفضوا أن يطعموها وحتى أن يطلعوا على ما جاء فيها أنا رأيي في هذا الموضوع أن هناك غياب نسيجام حكومي بكل صراحة كل وزارة تشتغل باستقلالية أظن لا يوجد تنسيق وكأن سراعات من الأحزاب المكوينة الأغلبية أكبر على ذلك هو قانون الإطار للتعليم سنرى الأخذ والرد مؤخرا أظن كان توافق هذا رأيي فيما يخص هذا الموضوع نموذج المويد جديد على مستوى المعارضة أنتم مكون من مكونات المعارضة وكيف كان فيه نقاش بين مختلف مكونات المعارضة أو كل حزب سياسي جلس لوحده وأعدى تصوره وحيدا لا يمكن القول أن أغلب الأحزاب وأغلب الفاعلين تفاعلت إيجابيا مع مضامين الخطاب المعلكي وبكل صراحة أظن كل حزب قدم المقترحات جيله وفيما يخص حزب الأصال والمعاصرة كان أول حزب الذي يبادر لهذا الموضوع كان في 2014 وكان تندوه في مزلة المشتشارين كان الأخ الأمين العام تكسعه رئيس الفريق وكانوا مخرجات التي كانت في الكتاب عند حزب الأصال والمعاصرة والذي نبه المحدودية والليميت النموذج الحالي وأظن أن بكل صراحة جميع الأحزاب هي أتل ورقتها فيما يخص المعارضة بصفة مستقلة كل حزب السياسي لم يكن نقاش لم يكن اشتش وحيدا لأن كل حزب يقدم الوثيقة ولكن أظن الهدف من هذا كله سواء حزب المعارضة أو الحكومة يجب أن نصل إلى الوثيقة التي تمكن المغرب كيف قتلك في المستقبل وخاصة من دابعة إن شاء الله وحدة الخمس سنوات تمكن المغرب لكي يولج الدول الصعيدة لأن يدد إمكانيات ولقوا الحلول مع الأسف بكل صراحة للآفات التي لدينا حاليا الشغل تعليم الصحة ومجمع القطاعات لا ندخل في تفاصيل لا نريد أن نفهم اليوم بأن نحن نتحدث بمفهوم سحري النموذج التلموي الجديد وكأنه قد يقول لدينا نموذج التلموي جديد بين عشياتين وضحاءها لا نريد هذه الاختلالات لا نريد الأعطاب لا نريد المشكل هو مشكل في الأفكار ولكذلك لدينا نحتره التنزيل نريد في الأفكار النموذج التلموي الحالي بين قوصين نقول من خطاب أكتوبر 2017 سنعيش في ضيلة لنموذج التلموي كلنا بفشالية عاجل سياسات قطعية ليس نموذج نحن اليوم نعيش هذا زمن مهضور السياسات طبيعة لا نرى ونحس بأن كين مسؤولية عند السياسيين الكرة ما زال في الملعب من أجل التفكير ومن أجل التقديم لا نحس بهم استعجلين وش فعلا كين هذا نتكلم على عام وخمسة شهور انتظار في مرحلة التفكير وكان في الخطاب الملكي 2018 كانت الأمور واضحة تعطيت سعد المهلة ديال تلت شهور رح نفتناها بشهرين واش نقدر نقول بأن واحد من عناوين ديال البلد ديالنا يعني عنوان سياسي بارز اللي هو الهضر ديال الزمن الحديث عن الزمن هو أساسي جدا فيما يتعلق بسياغة وثيقة مثل وثيقة النموذج الدنماوي أو أي شيء آخر يتعلق بالشأن العام وبالوقع المراد على الحياة الاجتماعية ديال المواطنة والمواطنين في نفس الوقت أقول بأنه يعني خاصنا نتقننا وهذه الفكرة اللي بغيت تقول لنا سعزوز يعني خاصنا نتقننا يعني طبيعي نقضي وقتنا الأمر يتعلق بنموذج تنموي هذا موضوع لا يحتمل التصرع وفي نفس الوقت لا يحتمل التماطل إلى أبد الأبيدين هذا موضوع مشي ديال تأبيد في نفس الوقت أقول بأنه حزب تقدم الشراكية طالما قال بأنه ودافع على فكرة عدم تعميم ديال الأحكام الجاهزة على الأحزاب وعلى المكونات ديال المشهد العمومي طبعا في مشهدنا العمومي هناك أحزاب سياسية تحملت مسؤوليتها التاريخية والوطنية والسياسية ومباشرة بعد أن تمت الدعوة الملكية إلى المساهمة بمقترحات حزب تقدم الشراكية مثلا منذ ذلك الحين اعتمد على وطائقه وعلى تاركمته وإنتاجته لأن هذا حزب الذي عنده 76 سنة ثم كذلك اعتمد على مخرجات المؤتمر الوطني الأخير ديال ماي 2018 ثم اعتمد كذلك على المقاربة التشاركية حيث اعتمد نظمنا الجامعة السنوية 13 أكتوبر 2018 والتي استدعينا خبراء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والإدارية إلى غير ذلك ومباشرة بعد الجامعة السنوية لمدة شهرين نظمنا منتدايات ديال النقاش العمومي حول التصنيع حول الفلاحة حول قضايا المساواة وقضايا أخرى أساسية التي هي من مشمولات النموذج التنموي وفي الأخير توجنا عملنا بصياغة مقترحين متكاملين للنموذج التنموي كما يراه حزب التقدم الشراكية وبعتنا بالمذكرة إلى اللجنة التي أعلن صحيح عنصراً من عناصر ما تريدين الوصول إليه وهو أنه يجب على كل أحد أو كل فاعل في هذه البلاد كل مؤسسة كل هيئة كل واحد يتحمل المسؤولية ويدير شغله أمام مهلع حيث تقدم الشراكية يعتبر أنه دار شغله دار المساهمة دياله بوطنية بمسؤولية على كافة الفرقاء أن يتحملوا هذه المسؤولية ونتمنى ونرجو أن يخرج النموذج التنموي الجديد إلى الوجود في القريب العاجل نتمنى ذلك بصدق نتمنى ذلك لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلد وكذلك بأشياء لا تحتمل الانتظار عندما نتحدث عن عنوين من قبل العدالة الاجتماعية من قبل العدالة المجالية من قبل كذلك غيحانات البيئية من قبل المجتمع لكل المواطنين والمواطنات فيه كي تمتطعوا بالحقوق ديالهم فهذه أشياء لا تنتظر بالعودة إلى مسألة النموذج التنموي الجديد عندما نقول بفشل النموذج التنموي واش كان فشل في الاختيارات اللي كان دارت يعني غداي لولا لعن نموذج التنموي جديد بناء على التصور ديالكم واش غادي نطويو به بالمطلق سبحان لنموذج التنموي الحالي أو غناخدو أشياء وغنتمنوها يعني الأشياء أو الأمور اللي كانت ناجحة في النموذج التنموي الحالي وغننصلحو ما يمكن إصلاحوه نتمدوها في النموذج التنموي الجديد يعني لا يتعلق الأمر بانتاب الغاز طبيعة الحال ما خصاش نكون عدمي يجب أن ننسى أن في العشرين سنة الأخيرة المغرب عرف قفزات مهمة فيما يخص مثلا بعض القطاعات اللي كانت سياسات قطاعية اللي بعض القطاعات أعطت نتائج مهمة فيما يخص طرق صيار فيما يخص الاستثمارات بما يسمى بالإنفرستركتور البنيات التحتية أكبر مثلا نحن في طنجا طنجامد ولكن التحولات التي عرفها مؤخرا تحولات الاقتصادية العالمية والضرفية المجتمعية الداخلية والتراكمات لأن هاتي اللي حقناه بطبيعة الحال مهم ولكن مع الأسف ممكنش لنا باش نعطي حلول المواطن فيما يخص كيف تلقبات الشغل الصحة تعليم تعليم اللي بكل صحة كاريتا العالم الحراوي كذلك مع أن استثمارات الدولة ستتمثل 30% من نتيجة الخام ولكن المرضودية ديالها وراء كان واحد مؤخرا واحد تقرير ديال البنك العالمي اللي أكد هاتي نتائج اللي المواطن ملمسهاش وحتى معد النمو فهذه السنوات اللي هدرت عليهم مؤخرا كانت 3.8 حتى الربعة غير كافية ما كانش غير كافية ما حققش لنا الأطر طيب هكذا المشكل المشكل أظن كيف قلت كيفاش نحن يكونوا عنا ديريبتور ديريبتور مع مع ماذا مع بعض مع اقتصاد الريع مع الأزمة اللي عنا خانقة في مجال تصنيع إن ممكنش المغرب يبغي يبغي نادي الدول الصعيدة وحنا ما نكونش دولة صناعية ما كنتش دولة في العالم شو في كوريا شو في توركيا صناعية الأساس تح أساس ما يمكنش المغرب اللي وقى 54 أكورد وعادة اتفاق ديل تبادل كلهم في صالح الدول الأخرى واللي مهم النموذج اللي كان عندنا كان بني على طلب على دومون راهلي ما زال عندنا وهذك مع الأسف هذك هذا الطلب هذك دومون كلها مستوردة نحن نمينا اقتصاد الدول الأخرى هذك نحن نبدو البراديغم وندوز الواحد الاقتصاد اللي يعتمد على العرض ينوفر ينوفر اكسبورت وتصدير واضح فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لاستكمال الجزء الثاني من أزمة حوار هذا المساء بعنوان في انتظار النموذج التنموية الجديد نلتقي بعد اللحظة اهلا بكم من جديد سأواثل النقاش مع سيد عزوزة الصنهاجي عندما نريد إطلاق نموذجا تنمويا جديدا المفروض أننا نكون ندرينا تشخيص الشافي والوافي للنموذج التنموي الحالي الذي قلنا بفشله واش الأمور واضحة يعني اليوم وانتو منكبين على سيارة النموذج التنموي الجديد واش واضحة أعطاب اختلالات النموذج التنموي الحالي حتى لا نعيد إنتاجها وبالتالي سنكون غير يعني كان ضروف حلقة مفرعة واضحة وضوحا شديدا لسبب بسيط هو أنه لم يعد هناك اختلاف بين الفرقاء والفائلين العموميين ولا الرأي العام حول تشخيص الوضعية وكذلك لأن تقارير الموتوقة الدولية والمؤسسات الدستورية الوطنية منها مثلا المجلس على الحسابات منها مثلا المندوبية السامية التخطيط وكذلك مجموعة من المؤسسات المجلس القصصي الاجتماعي كذلك يعني تلتقي أرقامها ومعطياتها مع ما يشعر به المواطنون والمواطنين من قلق وحيرة إلى غير ذلك في نفس الوقت أقول بأنه بلدنا لم يتأسس أو سيتأسس البارحة أو اليوم هذا بلد اسمه المغرب الذي راكم عدد من المكتسبات في المجال حقوقي في المجال السياسي في المجال المؤسساتي الاقتصادي في المجال الاجتماعي كذلك وفي المجال القيمي وفي المجال التقافي هذه المكتسبات هذه تحققت منذ الاستقرار إلى حدود الآن لا يمكن أن تجعلنا نغفل على الاختلالات وعلى الإخفاقات وعلى المحدودية ديال النموذج التنموذي وقلنا بأنه بلدنا محتاجة إلى نفس ديمقراطي جديد أين يتجلى ويتمظهر هذه المحدودية ديال النموذج التنموذي الحالي الذي استنفذ ذاته بإجماع الفرقات الاختلالات وفين كينا أخطاب التي نقطع معها في النموذج الاختلالات أولا تتجلى في أنه توجد هناك نوع من القلق والحيرة في أوصات متعددة وفي أوصات الشعبية ثانيا هناك نوع التراجع أو نوع الانفصال ما بين العرض السياسي المؤسسات وما بين الانتظارات المواطنات والمواطنين هناك انفصام كذلك ما بين نمو الاقتصادي وما بين الوقع الاجتماعي سواء على المجالات سواء على الأفراد ثم كذلك هناك تردد واضح في تفعيل مقتضايات دستور 2011 كذلك من بين التمظهورات الأخرى لمحدودية النموذج المواطنين هو أن هناك سياسات قطاعية هناك حصيلات هناك منجزات ولكن المختطات القطاعية والاستراتيجية دولة في العقود الماضية أولا لا تخضعوا بالشكل الكافي للتخطيط بالمعايير الالتقائية يعني وخاكين المخططات وكن في الغالب الأحيان تفتقدوا إلى تلك المدر وأخيرا هناك ضعف تقييم وهناك ضعف تقييم المخططات الاستراتيجية اللي فهمتنا من هذا العرض ديالك الاختلالات بيننا المشكلة لا مرتبط بالأفكار وبالبراميج وبالأشياء اللي نحن بالعكس بالموضوع هو الأفكار هذا شيء مرتبط بمنطقة التنزيل بالعكس المنطلقة يعني ما عندنا الإرادة لمحاربة بعض الأمور مثلا بحل الاقتصاد الريع ما عندنا الإرادة من أجل تنزيل الحكامة يعني هذا مخطط تنموي جديد سيجيبنا غير شعاراتي لمشيت بهذا المنطق يعني شنو سيجيبنا عمليا سيخرجنا من هذه الدائرة القاتمة نعم هو الاختلاف هكذا تفاعل مع الأستاذة يعني بحل اليوم عندنا مثلا مخططات عندنا من قبل المخطط يعني المغرب الأخضار عندنا كذلك المخطط هذه الأشياء تم إطلاقها ومفروض أننا نتمنها ونمشي فيها قدما ربما نديروا عود مخططات أخرى أو استراتيجية أخرى يعني بغيت الأشياء العملية أما هي الشعارات ديال المرحلة رح نرفعينها في مغرب اليوم الأمر لا يتعلق بشعارات في اعتقادي الأمر يتعلق كما جاء في الكلام ديالك الأمر يتعلق بمقاربات لا تكفي فيها نياس سعزو سناجو لا تكفي فيها ولذلك يعني مجهود تنزيل كيفاش غادين دونه ولذلك قلنا في مذكرتنا بأن الأمر منظومة بنموذج تنموية تعينوا أن يكون شاملا فيه الجانب الإجتماعي الإنسان كمدخل أول في صلب العمليات التنموية هذا الشعار نرافعين ونحن نتكلم نعم ونقول الشباب فهذا والمرأة ما سيجيب لي الجديد نعم الجديد ثم كذلك في المسألة الثانية هو النمو الاقتصادي المضطارد ثم في المسألة أو المدخل الثالث هو نظام الحكامة دي المشاريع ودي البرامج ثم البعد القيمي والبعد التقافي كمدخل الرابع في المذكرة دي الحجم وأخيرا المدخل الخامس هو المدخل المؤسساتي والديمقراطي منين كنجمعوا هذه المداخل هي الآن ليس شعارات هي عنوين هي عنوين لقرة المذكرة فيها تفاصيل فيها تفاصيل فيها تفاصيل وإذا أريد أن نأخذ المرتكز أو مدخل من هذه المداخل الخمسة يمكن أن نفصل فيها مجموعة من الاقتراحات الكبرى جميل قدمنا خمسين مقترح إصلاحي كبير يعني إحنا الآن في واحد اللحظة ديال التفكير هاد اللحظة التفكير ستجيب لنا مقترحات عملية للتنفيذ وإلا غادي نزيدو غنحلقو على هاد النموذج التنموي بشعارات إضافية يعني أولا غادي نزيدو ما غاديش نخرجو بخصنا الفكرة أولا المقترح القابل للتنفيذ والتنزيل وخصنا نتجندولي في لحظة التنزيل لأن يمكن يكون عندنا نموذج تنموي جديد المثالي من حيث الأفكار والتصورات ونجيو حتى التنزيل وقد نخفق وعندنا تجارب في هذا البدء في إطار النموذج التنموي احنا في إطار ما هو استراتيجي تفعيل كي يكون في الإجراءات الحكومية تكون على الأفكار قابلة وغا تخلق لنا الفرق غا تخلق لنا اللي سميته القطع مع النموذج التنموي الحالي غا نطويه بها صفحة لأن حاليا غي باش نرجع كي يكون خمات في التشخيصات كي يكون حاليا غياب الثقة في الفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة كيف سنفعل لها هذا يجب أن نرجع الثقة في المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الدستورية وعندنا كيف قال الأستاذ بعد الحالات عندنا إحباط مجتمعي هذا ما هو واقع ولكن هذا ما صار طويل كيف سنفعله إذا لم يكن قطع أو كيف قلت لك إذا لم يكن إجراءات التي تؤثر على ما يستفد منها جميع المواطنين في جميع المناطق المغرب ويكونوا واحد لكل مواطن يحسب لي كيستفد شوية من طروة البلد يكون عنده تامدراس الوليدات جيد جيد وقريب وقريب يكون عنده صحة يكون عنده الشغل رأى الشغل رأى كاريتا رأى عندنا فيما يأخذ الشباب إلى شتي الإحصايات الأخيرة للـ الـ الـ تقريباً للتخطيط الشباب من 15 و24 سنة رأى بعض الحالات كانوا وصلوا 49% لا رأى ما شيري مخدامش رأى ما تيقوم بتناشط يعني لا يتابع الدراسة ولا يشتغيش ولا يتابع تكوي المهاني بما يسمى لي نيت لا إدوكيشن لا عمل هاته اللي قلت رأى عندنا مليون وسبعمائة شخص مع الأسف هذي يقوم بونا موقوتة طيب كيف سنفعله كيف سنفعله هذا النموذج النموذج الجديد لأنه كيف سنفعله هو الزر سنضغط عليه هم رؤية استراتيجية نحن فيما يخص حزب الأصار والمعصارة خدينا جميع الجواب أعطيني بعض المقترحات العاملية مثلا سنأخذ حتى من عندك سعر سنهاجر سنعود مقترحات فيما يتصل بالقطاعات الاجتماعية كيف سنفعله بعض المقترحات التي لديها أثر على الحياة المواطنة النموذج التنموي الجديد يجب على أن يرتاكز أولاً حرية المبادرة لا يمكن الدولة ما هي القانون المالية يخلق منصب شغل؟ 34 ألف 34 ألف نحن لدينا سنوياً 300 ألف شاب الذين يأتي لسوق العامل هذه هي جيوش أصدقون نقول نحن حرية المبادرة خلق مقاولة وكل خلقتين مقاولة يمكن أن تخلق منصب أو جوج المناصب معك إذا كانت تقدم لك يد العون وإذا كانت الأمور مؤطرة بالشكل تقديس العمل والقطع تضامن الاجتماعي والعادلة الاجتماعية والمساواة توجيه تنافسية النسيج الصناعي والاقتصادي نحو التصدير كيف تلقب لك هذا إجراء عملية ما تبقى نحن مازالين بشعارات تقديس العمل هي قيمة سنربيه عليها أجيال ستأخذ لنا الوقت عملية ما نقدرون نديره عملية أول نحن نرى ما هي القطاعات التي المغرب عندها فيها بعض الامتيازات نأخذها عدة القطاعات للمغرب نجح فيها مؤخرا قطاع السيارات مثلا أو قطاع السيارات هو الأول وخاء القيمة المضافة يمكنها تحسن سنرى ما هي الإمكانيات التي لدينا والحمد لله المغرب لدينا موقع استراتيجي مهم لدينا طاقات شبهة بشرية مهمة طيب هذا خلق التروة والتوزيع كيف قلت مقترحات عملية في باب توزيع التروة بشكل عادي في جميع المجالات لأن نعطيك المثال عندما يحوار تنزيل الجوية المساعة يستحوض على 60% من نتيجة الخام وبعض المناطق التي لم تصل إلى 100% من نتيجة الخام لدينا حلول في إطار تنزيل الجوية المساعة لتكافؤ بين الجهات هذه نقطة مهمة نأخذ من عندك مقترحات عملية وإذا كانت في الأمور الاجتماعية سيكون أفضل غير باش للناس تبع معنا هذا هو الهدف تماما أنا أتفهم الرغبة أستاذا في أن تجعلي من هذه الحلقة تصل إلى ما يتعلق بالواقع فعلا النموذج التنموي هو مسألة استراتيجية ومن الصعب جدا أن تتضمن تدابير حيث تقدموا الشراكية وباقي الفاعلين عندما يصغون النموذج التنموي كيكونوا في واحد اللي هي استراتيجية اللي هي مقاربات وتصورات وكل تصور وكل مقاربة وكل عنوان تحته عدد من التدابير رغم ذلك في مذكرتنا وضعنا خمسين مقترحا إصلاحيا كبيرا أولا مثلا على مستوى الحماية الاجتماعية نقول بأنه حان الوقت لكي يعتمد نموذجنا التنموي الوطني الجديد على أرضية للحماية الاجتماعية كما هو متعرف عليها دوليا ثانيا حيث تقدموا الشراكية ينظر إلى الدولة على أساس أنها يتعين أن تمارس دورا أقوى فيما يتعلق بكونها مستثمرا في كونها يتعين أن تقوم بالدور التخطيط والتقنين والضب بمعنى آخر أنه هناك فرق آخرين لهم رأي في أن الدولة يتعين أن تنسحب من الإقطاعات الاجتماعية وأن يتفضل الرأس المال يعني القطاع الخاص في التكفل بهذه القطاعات نحن نقول لا في نفس الوقت يجبنا البعض بأنه كيف للدولة التي تدعون في مذكرتكم إلى إصلاحها وإصلاح هيكلها ومؤستستها وحكابتها تعونون عليها لكي تقوم بهذا الدور لذلك نقول بأنه يتعين قراءة مذكرة حيث تقدم الشركة في شموليتها نؤمن بأن للدورة ليس إيمان فقط لسباب إيديولوجي أو فكري لسباب براجماتي لسباب عملي هو أن الرأس المال الوطني لا زانا لم يصل إلى النوج الكافي لكي يقوم مقام الدولة خاصة فيما يتعلق بالمرفق العمومي ثم كذلك إصلاح اللامركزية هناك قوانين تنظيمية وهناك مقتضيات دستورية اليوم التي تقول بأنه الدولة الترابية يعني متقدمة على مستوى النص القانوني في نفس الوقت من حيث هذا موضوع في حضر الزمن من حيث من حيث من حيث تمويل الجامعات الترابية ومن حيث كذلك الحكامة كذلك حزب تقدم الشراكي يقول بأنه لا توجد بلاد في الدنيا حققت إقلاعاً اقتصادياً حقيقياً فقط بالفلاحة أو بالسياحة أو بالخدمة أو بالتجارة نقول بأن نموذجاً التنموي يتعين أن يتخذ القرار السياسي وأن يتضمن النموذج التنموي الحسمة في جعل التصنيع الحقيقي الوطني وعندما نقول تصنيع يجيب البعض بأن هناك مصانع في المغرب وهناك معامل ولكن نجيب كذلك بأنه نعم نحن مع الاستثمار الأجنبي ولكن أن يكون التصنيع وأن تكون المواد المصدرة من بلادنا تعتمد في كليتها على الصناعة التي يساهم فيها الرأس المال الأجنبي بمعظم الرأس المال وكذلك نجد العمل الرخيص ثم نجد عدم تحويل أو عدم الاعتماد على تحويل المواد الأولية الوطنية بمعنى نقول بأنه يتعين اعتماد نموذج ما هو يقوم على التصنيع الحقيقي التصنيع الوطني وكذلك ثم كذلك نقول بأنه يتعين أن يرفق لأنه في آخر المطر أنا وياك جينا والأستاذ سيمسطافا درنا نموذج دنماوي مبهر 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 يخصوا بإصلاح المنظومة السياسية وبإعادة الاعتبار للفعل السياسي وللأحزاب السياسية الجدة والحفاظ على مصداقية الأحزاب وعلى استقلاليتها وعلى القطع مع التردد في تفعيل الدستور لأنه الديمقراطية إلما كانت رغم أن تكونت تنمية وهذا نقوله في حزب تقدم الشراكية بشكل واضح لا يمكن أن نتصور أن تكون لدينا تنمية في هذه البلاد إلما كانت مقرونة بحمل سياسي أم بغتاج بوليتيك لكي يحمل هذه المشاريع الممكن أن تريدها في النموذج كذلك يمكن أن نذكر في مذكرتنا أنه تطرقنا إلى إمكانية أو ضرورة تقييم تقييم اتفاقية تبادل الحر اتفاقية تبادل الحر ليست قرآن المنزل في متضمناتها هناك إحالة في بنودين على إمكانية مراجعتها إفوا نشوف واحد اتفاقية تبادل الحر استنفذت ذاتها وأصبحت سي جايب ذهب أبعد من هذا الأمر قال بأن نحن يدرنا اتفاقية خادمات البلدان الأخرى واقتصادية البلدان الأخرى وأضلات باقتصادها النموذج اللي كان عندنا اللي مبنية على كيف قلت على الطلب استفدو من الدول الأخرى ونحن نستوردو أغلب ما نستهلك ولهذا نحن نحن في حزب الأصال المعاصرة درنا مبادئ موجهة الأهداف ورافعات وخاصة مجالات الاستهداف طيب عن المستوى الاجتماعي أنتم كمذكرة للأصالة والمعاصرة قربنا السعز وستنهاجي من بعد التدابير المرتبة بالحماية الاجتماعية والتصور لأن الدولة تبقى حضرة في هذا المجال كيف تصورون هذا؟ لأن كائن واحد واختلاف إيجولوجي أشياء طبيعية أننا نلتقي كحساسيات وكإيجولوجيات كلنا لها إيجولوجية الحزب وأشياء أخرى سوسو ديمقراطية ديمقراطية نقول نفس الشيء تقريبا نقول الدولة يجب أن تبقى في القطاعات الحية كالصحة والتعليم أنا متفق معها لا يمكن مثلا أن نلقي بالتعليم الخواص سوف نستثني طبقات الهشة من تعليم جيد وهذاك الاسمسور السوسيال اللي كان اشتغل في الوقت دينا هنا اللي درسنا في ثمانينة وذلك شيء حاليا هذاك المسعد وقف دابا نعطيك واحد المثال طفل في عائلة فقيرة باش يمكن له يولج لطبقة متوسطة خصو الجيل ولا جوج أجيال نحن في واحد الصيغة دي الإعادة إنتاج الفقر وتقريبا بطبيعة الحال ولا رجعنا غير واحد ثلاثين سنة للوراء واللي عشرين سنة كان ربما طفل مائلة فقيرة ولا هشاء يمكن له واحد مستوى دراسي علي يولج الطبقات العليا مع الأسف حاليا هذا شيء مبقاش صحة كذلك لهذا كان احسنا نشوف واش بغينا موديل بحال الموديل فرنسي اللي يا لإطا كي بغينا ان شارج السميق ولا بغينا موديل أموديل 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 اللي ستتصرف نيويورك رفع الدراء لكل مهو اجتماعي وكتشوف الكواليس نحن نؤكد على هذه النقاط نريد نموديل مغربي بياسي مصطفى الجاي بخصوصياتنا بإيقاعنا بإمكانياتنا حتى البعد التقافي المغربي يجب أن يكون حاضر لكي يكون لدينا واحد النموذج اللي يأخذ بعيد الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي واللي يجعل المواطن في الصلب جالو واللي يكون نموذج تنماوي مدميش إنكليزيف لأن الي حتى الآن أراها كيف قلت لك بعض المواطنين في بعض المناطق النائية لا يهموا أننا نحقوا ربعة في المئة ولا خبز لا يستفيد تمشي حاجة الأثر لا يوجد عنده في اليوم لا يوجد لهذا قلت لك فقدنا الثقة في المؤسسات فقدنا الثقة في إحباط مجتمعي كيف كان شي دولة اللي الناس كتمول أولادها يأخذوا قوارب الموت هل يعقل؟ هذا يؤلم ويدمي أن الوالدين تابعوا البقرات هل أولا تابعوا لكي أعطي لولده 10 ألف درهم لكي يصفته قوارب الموت يعني سيوصل الضفة الأخرى أتشيرها كي ألم لهذا خصنا الرجوع سمسطفال جاي وكذلك السعز وصناها جيرا نترح لكم واحد سؤال اليوم خلال حلقة الأزمة حوار عندي هاجس واحد ووحيد أن الناس الذين يتفرجوا فينا توصلهم هذه السؤالة أن النموذج الجديد ليس نقاش نخباوي أو نقاش خشبي هو نقاش نكاملين وشوعين ضرورة الوقت يداهمون إشراك المواطنين في هذا النقاش الدستور حسم في هذا الأمر ونص على الديمقراطية التشاركية لم تعد اختيارا للفاعلين الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنات والمواطنين مبقى عن طريق الديمقراطية التمثيلية والانتخاب ووضع الصوت وانتظار ستسنوات بل أصبحت الهيئات والمؤسسات العمومية والفاعلين العموميين ملزمين بالانفتاح والاستماع إلى أراء المواطنات والمواطنين كفاعلين سياسيين مسؤولية الإعلام كذلك أنه يواكب هذا النقاش نتمنى أن تماما نتمنى أن الفرج يكون قريب إن شاء الله ويفرج طبعا من خلال أن كل مؤسسات تقدم المقترحات دينا ونشوفوا صيغة دي النموذج تنموي جديد شكرا لك إن شاء الله اعتقاب للمغرب يكون أفضل في قادم السنوات والعقود شكرا لك شكرا لك مشاهدين نموذج تنموي كفيل بإنتاج التروة وخاصة توزيعها بشكل عادل على المواطنين والمواطنات في كل أنحاء الوطن شكرا لكم مشاهدين على طيبة المتابعة وعلى الوفاء لهذه الحصة ألقاكم مجددا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميجان تيفي في أمان الله